نتابع من القدس مع مرسلنا فراس لطفي فراس آخر التحديثات الميدانية خاصة فيما يتعلق بالرشقة الصاروخية على تل أبيب وعسقلان سهيب دعني قبل ذلك أن أنقل لك الأجواء هنا في إسرائيل حول ما يجري بخصوص موضوع صفقة تبادل الأسرة قبل قليل أوساط الإسرائيلية وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن ساعات حاسمة لإبرام صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس وقالوا بأن هناك اجتماع وشيك بعد ساعة من الآن لمجلس الحرب للتباحث حول موضوع صفقة التبادل لربما ذلك سيكون هو إقرار أو بحث هذه الصفقة ولكن هذا يأتي بالتزامن مع وجود رئيس الشباك في القاهرة للبحث في الموضوع ذاته إلى جانب تصريحات بن يمين نتنياهو قبل قليل التي تحدث فيها بأن الضغوط نواصل العمل من أجل إطلاق صراح المختطفين لدى حماس ونمارس كل الضغوط من خلال العملية البرية لإبرام هذه الصفقة إلى جانبي أنه قال بأن أي جديد سيحدث سنبلغ أهالي المختطفين والمحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة فيما يتعلق بالوضع الميداني قبل قليل دوت صافرات الإنضار سهيب في إيلات من غير المعروف مصدر الصاروخ الذي تم اعتراضه بمنظومة الحيتس في سماء إيلات حيث شهد انفجار كبير في السماء بعد اعتراض هذا الصاروخ إذا ما كان من خارج حدود إسرائيل أو من قطاع غزة حتى الآن لم يتم توضيح الأمر إلى جانب ذلك كان هناك رشقة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب أفلت أحد الصواريخ من منظومة القبة الحديدية سقط بجانب مركبة أدى ذلك إلى إصابة ثلاث إسرائيليين أحدهم وصفت جراحه بالحرجة جدا نتيجة لشظايا هذه الصواريخ إلى جانب دوي صافرات الإنذار على مدار اليوم في أوقات متفرقة في عدد من البلدات الإسرائيلية بغلاف غزة وهذا يثير ما جرى اليوم من هذا الكم الكبير من الصواريخ يثير الأسئلة وعلامات الإسلام الكبيرة حول ما أنجزه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة رغم وجوده على الأرض هناك ويعاود الحديث عن معضلة وتحدي الأنفاق التي يطلق منها هذه الصواريخ بحسب اعتقاد المنظومة الأمنية الإسرائيلية طيب فراس كما أريد أن نعود إلى مسألة قرب التوصل إلى صفقة تبادل رهائن كان هناك مجموعة من التصريحات الإسرائيلية كذلك بني جانس الذي قال أنه حتى لو جرى تبادل الأسرة والهدنة الإنسانية فإن العملية العسكرية لن تتوقف في قطاع غزة وأيضا تصريحات أخرى منها تصريحات بيتسل إيل سموتريتش هلأ وضعتنا في آخر التصريحات كذلك الإسرائيلية من غير المعروف حتى الآن سهيب ما إذا كانت هذه الصفقة ستكون مقابل وقف لإطلاق النار لخمسة أيام أو تبادل أسرة مقابل أسرة بمعنى إخراج الأطفال والنساء السبعين الذين تحدث عنهم الناطق العسكري باسم حماس مقابل النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرة داخل السجون الإسرائيلية من غير الواضح لكن الثابت في هذا المشهد هو أن الجانب الإسرائيلي يؤكد بأن إن كان هناك وقفات في الحرب لتبادل الأسرة فإن الحرب لن تتوقف وأن العملية العسكرية ستستمر داخل قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها التي حددها المستوى السياسي في إسرائيل والمتمثلة في ثلاث نقاط انتزاع حركة حماس من قطاع غزة والقضاء على قوتها وقدرتها العسكرية إلى جانب تحرير الرهائن هذا إلى جانب ما قاله بيتسل إيل سموتريت حول أن الحل الإنساني بين قوسين هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دولة أخرى وأن لا يبقوا داخل حدود قطاع غزة بلا موارد وبلا دولة تحتويهم ويظلون يعيشون حلم العودة والكراهية لإسرائيل هذا ما قاله بيتسل إيل سموتريت وكان ذلك أيضا قد سبقه تصريح عبر منصة إكس لابن بن يمين نتنياهو يائير الذي قال وأكد بتوجه الجانب الإسرائيلي عودة المستوطنين والمستوطنات إلى قطاع غزة لربما ذلك هو لإرضاء جمهور ناخبيه وجمهور اليمين الإسرائيلي المتطرف ولكن هذا ليس سرا بأن هذه أيدولوجية اليمين الإسرائيلي المتطرف المتمثلة ببيتسل إيل سموتريتش وبينكفير وأمثالهم فراص لطفي شكرا على التحديث في هذه الساعة من القدس